صباح الخير مساء الخير أينما كنتم ترحيب حار للجميع الذين انضموا إلينا على برنامج تنمية الاستراتيجية الوطنية والتطبيق في أفريقيا وشكر خاص الذين انضموا إلينا في الجولة الأولى والجولة الثانية والآن هم معنا في الجولة الثالثة اسمي لوكا بيونغ دانكوال أنا العميد الأكاديمي في المركز الأفريقي لإدراسات الاستراتيجية والمدير التعذريسي لهذا الدورة في برنامج التنمية الاستراتيجية الوطنية القومية قبل أن نبدأ بالبرنامج أود أن أبدأ برنامجنا بملاحظات مختصرة مثل سيدة كيت كنوف مديرة مركز أفريقي لدراسات الاستراتيجية مع أنه لديكم سيلتها المهنية لن أقدمها مرة أخرى لكن فقط أحب أن أذكر أنها خدمت كمديرة مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية منذ 2014 وبالتأكيد هي توفر القيادة المهمة لكل برنامجنا الأكاديمية من ضمنها هذا البرنامج التي هي برنامج التطوير وتنمية الاستراتيجية القومية لأفريقيا سيدة كيت أهلا بك شكرا دكتور لوكا وأهلا إلى جميع المشاركين مرة أخرى مركز أفريقيا كما تعلمون هي تخدم كمركز للبحوث وتبادل الأفكار بهدف تنمية وتقوية كافة هدفنا فقط للتوضيح هي لتنمية الأمن الأفريقي بتوفير قاعدة الدردش وحوار وأيضا عن تطريق تسجيل الحلول بأنواعها هي تتمحور حول تجميع وتوزيع المعلومات حول أعمالتها ثلاثة البرنامج الأكاديمية مثل هذه والبحوث والتواصل والتعامل مع كل خارجينا مثل حضراتكم نريد دائما أن نولد رؤية تتلمس وتؤثر على كافة أصحاب القرار والجوانب الأخرى حول القضايا الأمنية المعقدة وبمعرفتنا بأننا لعلاجنا للقضايا المعقدة في هذه الأشياء فمركزنا توفر نحن كشركة كي نبادل بعضنا حول أفضل الممارسات وهذه العلاقات نتمنى أن تمارس خلال كل فروعنا والتي سنقدمكم إليها وبرامجنا التتابعية وعندما سنبدأ بصفر مرة أخرى ستكون أيضا الاجتماع بشكل مباشر ما بين الهيئة التدرسية وكافة موظفين فنحن نوفر الخبرات العالمية والتحاليل وتوفر الفرصة كدائما تفعيل كافة الأعمال المرجوة والمحتاجة المهمة هي من خلال رؤيانا هي كي نحاول أن ننمي كافة الإجراءات الأمنية وأن يكون كافة للسلطات محاسبين وخضعين لشعوبهم وهدفنا الرسمي إنهاء الصراعات المسلحة في القارة وأيضا تقوية وتمكين الحكومات الديمقراطية التي ستوفر الأمن والاستقرار لكافة المواطنين في القارة والمحاسبة والمسائلة أمام المواطنين والتي هي أصلا من جانبها تؤكد وتوث المفاهيم الأمنية ليست أن تكون قوية فقط وإنما أن تكون مستجيبة لحماية مصالح وحقوق المواطنين فبين خراتنا مع كل شركائنا الأفريقية المدنية والعسكرية والحكومية والغير حكومية من أضافة الوطنية والإقليمية هدفنا أن نقوم ب علاج كافة المشاكل الموجودة على القارة عن طريق المؤسسات المستدامة فنأمل أن تظلوا معنا متواصلين خلال وما بعد هذا البرنامج لدراسات الاستراتيجية وتنميتها لدينا خارجين موجودين على اللينكتون كما ترون هنا وسندعوكم إليها الرجاء اطلعوا على المصادر بالإضافة وكونوا معنا دائما بشكل متواصل حول ما يجري وبلغونا فعن طريق الندوات الإنترنتية وكافة الاجتماعات التنموية شكرا متلنا كل هذه المعلومات موجودة على الإنترنت على صفحة البرامج بكافة اللغات للبرنامج فبإمكانك من تطلع عليها باللغة الفرنسية والبرتغالية والعربية أيضا شكرا دكتور لوكا الكلمة لك شكرا كايت للملاحظات لهذا البرنامج الآن دعوني أقدم لكم الهدف الأساسي لهذه الجولة الجولة الثالثة هذه لبرنامج التطوير الأمن القومي في المرحلة الأخيرة لتطوير البرنامج الأمن القومي هي مرحلتها السابعة والأخيرة وهذه الجولة تركز على استراتيجية تطبيق تنمية الاستراتيجية القومية وتقسم إلى هذه الأجزاء الثلاثة أولها التي ما يخص اليوم سنركز فيها على الاستراتيجية التطبيقية وعلاقتها بالستراتيجيات الأمنية الجولة الثانية سنركز فيها على الاستراتيجية في موضوع تكريس المصادر والقدرات وتكوين الشراكات والثالث سنركز فيها على الاستراتيجية القومية الرقابة المدنية والإشراف والمراجعة ونأمل أن تكون قادرين على حضور كل هذه الندوات لكن قبل أن أبدأ بأن أحول الكلمة إلى المتحدثين أحب من أجل الجميع أن أشاطركم البعض من فوائد الجولة الأولى التي ركزت على الجانب المنطقي والأسس والجولة الثانية سنركز فيها على العملية نفسها لتنمية الأمن القومي أحد النقاط التي ستذكر أكثر هي هل هناك حاجة إلى تنمية للأمن القومي في أفريقيا بالتأكيد الأمن مثل أي خدمة أخرى حتى مثل التعليم الصحة تحتاج إلى سياسة استراتيجية كبرى والآلية لتطبيقها بشكل منظم فالأسئلة للدول الأفريقية هي ليست حول فيما إذا كانوا يحتاجون إلى استراتيجية وطنية وإنما حول كيفية تطوير سياسة من هذا النوع السؤال الثاني من كل الجلستين هي حول هي لماذا عملية تطوير الاستراتيجية الوطنية هي أهم من الثيقة نفسها عملية تصميد وكتابة أي برنامج أمني تخلق بيئة لإجراء حوار وطني وتوثيق بناء الثقة ما بين كافة أطراف المصالح هذا أهم الاستراتيجية والعملية نفسها كإجراء كقاطع تصنف بعادة الثقافة السرية والاستثناء بسبب طبيعة الأمن وكيف تصمم وكيف تطبق بشكل عادي السؤال الآخر لماذا القيادة مهمة في استراتيجيات من هذا النوع باستعمال باستعمالنا لدكتور دونالد هيفلتز العملية للإستراتيجية الوطنية لا تحتاج فقط إلى القيادة كي يقود وإنما القيادة ذات القدرة لنشرها ومشاطرتها أيضا بنفس القدر العملية لا تحتاج إلى قيادة تقنية مع حلول معروفة وإنما إلى قيادة استراتيجية متأقلمة قادرة على تبني وتصميم حلول جديدة آنية سريعة للبقاء والصمود في إبهيئات فيها تحدي السؤال الأخير لماذا الشمولية لكتاب على أطراف مهمة في بناء استراتيجية وطنية هناك ثروة هائلة وإثباتات تاريخية تظهر أنه بشمل الجميع في هذا الحوار في هذا الإجراء للأمن القومي هي عادة تساعد وتوظيف القادر الأمنيين في البلد للمواجهة بشكل أحسن للتهديدات المحتملة والمواطنين هم أول المستفيدين لهذا المنظومة هم بهذا كونهم شركاء يصبحون أطراف مصالح من بداية تصميمها وإجرائها والتطبيقها لأحول كلمة بهذا الجلسة سنركز فيها على استراتيجية الوطنية والتطبيق والستراتيجية الفرعية فأحد أهم أهداف هذا الجلسة هي أولا سنناقش فيها الطرق التي يمكنها الاستراتيجية الوطنية الأمنية أن توفر آلية لتأمين الأمن ثانيا الثاني هدف هي الفحص الرابط ما بين الاستراتيجية القومية والاستراتيجيات الجزئية مثل الدفاع ومكافحة الإرهاب وشعبها المختلفة وكيف كلها بأجمعها تدعم الاستراتيجية القومية ثالثا كي نناقش كيف الاستراتيجية القومية بإمكانها وعملتها أن تحسن من آلية التنسيق عن طريق التصميم الأصلح والأمثل للجهود وأخيرا أن نشاطر بعضنا البعض أكبر التحديات كي نتعلم من بعضنا البعض وكيف هذه التحديات يمكنها تغلب دعوني الآن أقدم لكم المتحدثين يسرني أن أرحب بثلاث خبراء ممتازين وذوي خبرة طويلة وممارسين لبرنامج التطوير والتنمية وأيضا السياسات الاجتماعية من سيساعدنا في الإبداء بالنقاش لجانب العمل الواقعي لتطبيق الأمن الوطني القومي في أفريقيا مع أنه لديكم أمامكم سيراتهم المهنية سأقرأ منها أبرز بعض النقاط في تاريخ مهنهم دعني أبدأ بدكتور مات أندروس يسرني كثيرا بأنه معنا اليوم ليست لأي سبب معين لكن سأقول لكم لماذا نحن مسرورين بوجوده أولا فهو محاضر أقدم في جامعة هارفرد للشؤون الأمنية وهو رئيس تعليمي لبرنامج إنترنتي على كيفية تطبيق الأمن القومي توصيتي أن تنظر إلى برنامجه على الإنترنت فهي من أبرز البرامج الموجودة حول التطبيق السياسة الوطنية للأمن القومي ودكتور مات أيضا هو مؤلف دراسة عنوانها التطبيق السياسة العامة هابها الممكن تطبيقها عن طريق جامعة هارفرد الأكاديمية هذه الدراسة التي هي من أحد الدراسات المتطلبة قراءتها مات نحن ألهمتنا عمله وكونه هو المؤلف الرئيسي في وثيقته الدراسية التي هي كيفية الفرار من بعض المصائد والمتاهات والمشاكل التي هي مربوطة بقضايا والبيديا هي أمثل السبل العملية للتغلب على القضايا الأمنية أشجعوا الجميع لاستعمال وقتكم لفهم هذه السلوب المهم وأحد الأطراف الذين استعملون البيديا هم الذين نعمل في مركز أفريقيا السيد مات لن يتكلم أن يتحدث عن البيديا في هذا البرنامج ولكن أنا أشجعكم على أن تنظروا إلى هذا النهج التطبيقي خصوصا بالنسبة لمعالجة بعض التحديات وفي الأمن لديه كثير من أبحاث التي قام بها في هارفرد وطبعا هناك تعالج كثير من المراحل الانتقالية وإلى الحكمة وهو خدم في كثير من القطاعات العامة وهو يحصل على على شهادة بيكوم مع مرتبة الشرف من جامعة ناتال وديربان في جنود إفريقيا وماجستير في العلوم من جامعة لندر ودكتورة في الإدارة العامة من مدرسة ماكسويل في جامعة سيراكوس السيد مات نحن نرحب بك وإنه من دواعي سرورنا أن نتكلم معك اليوم السيد طبعا المشارك الثالث هو السيد البريغادي الذي هو 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 في الوايد كينسالتنس كينسالتنس وهو هو مشارك في خاص أو وشارك في كثير من المشاكل المواضيع في الأمن القومي جنرال بارل شارك في كثير من تطوير استراتيجية الأمن القومي وفي مجموعة الأدوات في تحذير ولقد خدم في كثير من البرامج المتعلقة بمركز إفريقيا الدراسات الإستراتيجية هو عمل في نيجيريا وهو حصل على طبعا تقاعد ولقد خدم في كثير من المؤسسات وكان مستشار في السياسات وفي سياسات تطوير استراتيجية الأمن القومي في وزارة الداخلية في نيجيريا هو حاصل على درجة الماستر في جامعات في كوستريكا وحصل حاصل أيضا على ماجستير آخر في تطوير استراتيجية الأمن القومي في جامعة واشنطن سيد اللواء مرحبا بك وإنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بك اليوم طبعا معناء الدكتورة فيرلي شابوي وهي خبيرة مستقلة في الصراع والأمن وتتمتع بخبرات وفي مراجعة مجموعة الأدوات لتطوير استراتيجية الأمن القومي وهي طبعا لا سيما في إفريقيا خربيرة مسجلة في قائمة الفريق الاستشاري الدولي لقطاع الأمن ولقد عملت معنا ولقد عملت من قبل سابقا في جينيفا وبرلين وجامعة بيرلين وأيضا باحثة زعيرة في معد كوفي عنان وهي طبعا حاصلة على درجة الماجستير من معهد جينيفا الدراسات العليا والدكتورة من معهد أوتو سور للعلوم السياسية في جامعة بيرلين الحرة إذن إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بهؤلاء المشاركين والمحاضرين الدكتورة فريلشاوي مرحبا بك الآن سوف أبدأ الحوار مع الدكتور مات أندروز السيد مات أندروز لقد طبعا قرأت طبعا كل الوثائق لهذه الحصة ونود أن نبدأ معك سيدي بموضوع تفعيل استراتيجية الأمن القومي فأنت تعرف أن هذا يعني موضوع عام ودولي خاصة على الإطار العام ولكن في إطار القرى الإفريقية سيدي كيف يمكننا أن نصف هذه تفعيل استراتيجية الأمن القومي بصفة عامة خاصة في القرى الإفريقية نطلب منك سيدي إذا ما كان هذا ممكن أن طبعا تتحدث لنا عن العوامل التي تشارك في نجاح استراتيجية الأمن القومي إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم أنا لست يعني خبير في إطار الأمن ولكن أنا أظن أنني أحترم الكثير أحترم النقاش عن هذا الموضوع ولكن تركيزي سوف يكون على السياسات العامة خاصة في البلدان التي هي في إطار النمو أنا سوف طبعا أعالج عن بعض المسائل المتعلقة بالفشل وكيف يمكننا أن نقوم بتقييم بعض الفشل فهناك كثير من الأبعاد التي يجب أن نعتبرها بالنسبة لمسائل النجاح والفشل خاصة عندما نكون في إطار تخطيط لإستراتيجيا معنيا يجب أن ننظر إلى كل النتائج وإلى المنطلق وأنتم تعرفون أن هذه اللغة نستعملها عندما هي لغة متعلقة بال طبعا الأمم المتحدة بال البنك الدولي وهي طبعا هي في إطار التخمين في تحديد لمشروع معين فعندما أبعاد النجاح في إطار هذه الأستراتيجية هي متعلقة بالمسارات المقطوعة فهي هذا لا يعني أننا يجب نصل إلى النتائج ولكن يجب أن ننظر إلى الطرق التي من خلالها نتوصل إلى النجاح في آخر المطاب فعلينا أن ننظر إلى كل المسارات التي نقطعها هناك أبعاد أخرى متعلقة بسياسات كيف يمكن لسياسة مثلا أن تؤثر على الخطابات السياسية والسياقات السياسية في أبعاد معينة فنحن لا نتكلم فقط عن النجاح أو على المدى البعيد فإننا نتوقف لنقول أنه مثلا علينا مثلا قطعنا مثلا مسارات وسياسات معينة وقطعنا أشواط ناجعة في هذا المسار والتي تمكننا من التواصل إلى نتائج معينة ولكن ماذا يحصل على المدى البعيد هل استطعنا من خلق سياسة مستدامة التي سوف تستمر مع الوقت فكل هذه الأبعاد هي مهمة جدا ويجب التفكير بها لكن عندما نتطرق إلى ونعالج الخطابات التي نتعامل معها في إطار إفريقيا فإننا نتعامل مع خطابات البنك الدولي فالبنك الدولي هو منظمة كبيرة لها وزن ولماذا ننظر إلى البنك الدولي ولأن هناك كثير من قيم من سياقات ومن تقييمات السياسات ولأن البنك الدولي يتوفر على كثير من على دراسات حالة ننظر إلى كثير بعض الحالات فننظر إلى السياقات التي كان تم فيها نجاح فالبنك الدولي يخول لنا الفرصة إلى نظر إلى بعض البرامج المهمة فهناك ننظر إلى كل بلد على حدة والنجاحات التي تمت فما ننظر إليه في هذه الحالة فإننا ننظر إلى بعض الأبعاد البرمج التي تخول لنا فرصة إلى ننظر إلى المدى البعيد فننظر إلى مشروع معين ونرى ما إذا كان المشروع توصل إلى نتائج معينة فهناك 75% طبعا من مدى نسبة مئوية للنجاح وهذا يمكننا أن ندخل في نقاش في هذه المسألة فيما بعد ولكن هذا يخول لنا من أن نقيم برامج معينة من أجل أن نترقب ونتوقع ماذا سوف يحصل في المستقبل هذا يعطينا نظرة مستقبية فماذا نرى أنه نرى أن كثير من الأشخاص الذين يتوقفون للقول أن هناك إمكانية لتقديم مثلا برنامج برنامج مثلا في الذي يتترق إلى وحدة معالج وحدة مثلا الرشوة فننظر إلى كل الوحدات ما إذا سوف يكون هناك أشياء يجب القيام بها فهناك خطابات مهمة التي من خلالها يمكننا أن نخلق إطارات حيث نستطيع أن نرى ما إذا سوف ينجح المشروع عندما ننظر إلى مثلا بعض حلول المشاكل فعلينا أن ننظر إلى مثلا ليس فقط تلبية المنتوج ولكن إلى المشروع بعيني فهنا نتفاعل في هذا الإطار في هارفرد فعندما ننظر إلى مسألة النجاح خلال الأبعاد الأبعاد على المدى القصير والأبعاد على المدى الطويل فهذا ما نقوم به في إطار المشاريع شكرا جزيلا السيد مات أندروز لهذا طبعا لوصفك لأبعاد النجاح وأبعاد الفشل في إطار مشروع معين ولماذا وكيف نقوم بهذه العملية السؤال الثاني هو كالتالي ما هي العوامل الأساسية بالنسبة لتحديد الفشل في بعض الدول في إطار النمو خاصة الدول الإفريقية هناك كثير من العوامل التي يجب أن ننظر فيها إلى هذا السؤال المقال الذي تطرقتم إليه بخصوص الفجوات فهو يجب أن ننظر إلى المسألة بعين تقنية في كثير من الحالات ننظر إلى الأسباب التي تدفع بالمشروع إلى الفشل أو مثلا إلى فكرة إلى الفشل فهذه عوامل مهمة خاصة في القارة الفريقية واحدة من الأشياء التي ينجب أن ننظر إليها هي أن هناك سياسات يجب أن نعالجها في بعض الأحيان نعرف ما نقوم به فعلينا أن نعرف كيف نطور خطة ناجعة فإذا لم نعرف ما ينتظرنا أو ما يجب أن نقوم به فنقوم به فالخطة لا تكون واضحة فالسياسة في إفريقيا هي تفترض أننا نعرف المسار أو الطريقة أو الاتجاه الذي نأخذه ما هي الطرق التي يجب سلكها وعندما نتكلم عن الفشل فنحن نفكر بخصوص الحلول أولاً وقبل كل شيء نحن في بعض الأحيان نعرف أن سياسات تفشل لأننا لا نمضي وقت كافي في المعالجة إلى بعض المسائل وفي بعض الأحيان أيضاً لا نرى أن هناك مرونة في معالجة وفي التوصل إلى الحلول وأولاً وأول شيء أراه مشكل الكبير الذي أراه في بعض الدول الإفريقية هو أننا لا نصف ولا نعرف ما هو المشكل أو القضية التي نتعامل معها فإذاً يجب أن نطور مسارات سياسة التي يجب أن تمكننا من التعلم بسرعة فإذا لم نتعلم بسرعة فهنا نسقط في فجوة أو في قضايا أو في مشاكل فأولاً عندما تكون هناك مشائل وقضايا في مجتمع يجب أن نعالجها ويجب في بعض الأحيان نقفز لنصل إلى الحلول نتوصل إلى الحلول ففي أغلب الأحيان نرى أن جهودنا لا تنجح أو تفشل فالسبب هو أن الحلول التي اتخذناها لم تكن حلول متعلقة بالقضية بعينها ففي بعض الأحيان تكون هذه سياقات نتعامل معها ففي كل مثلاً سياق هناك علاقات هناك مجتمع وهناك سياسات فعندما نفشل في جهودنا ففي أغلب الأحيان مستوى الثقة ينزل إلى الأسفل ونحن نعرف هذا يقودنا أيضاً إلى فشل في جهودنا مرة أخرى وهذا يعني أننا نتعمل مع قضية نحاول أن نحلها لا نتوصل إلى الحلول الأساسية نفشل في جهودنا فهذا ما يحصل في أغلب الأحيان نحاول مرة أخرى نفشل مرة أخرى ونجد نفسنا في وضع صعب في كثير من القطاعات يحصل هذا وهذا يعني أنه لم نستطع خلق الحلول المناسبة للقضية المعينة فمستوى الثقة في الحكومة في بعض الدول الإفريقية نرى أنه نازل إلى الأسفل فهناك مشكل في التقاء فهناك كثير من المواطنين لا يثقون بأنفسهم الحكومة لا تثقوا بنفسها وهذا مشكل هذا يصبح منسجم في السياسة في الحكومة ويصبح هذا المشكل متجدر في السياسة هذا ما يحصل في أغلب الأحيان ما نحتاج إليه هو شيء يمكن أن يدفع الأشخاص أو المواطنين إلى الثقة فهناك بعض العوامل التي يجب أن نقوم بها يجب أن نركز على المشاكل أو القضايا وأيضا يجب أن نركز على كما قلت أنا القضية يجب أن ننظر إلى ما يجب أن نعالجه بطريقة مواضحة بدل أن نمضي الوقت في بناء علاقات وشراكات يمكن أن تعطي حلول لموضوع معين شكرا السيد مات الدكتور مات أندروش شكرا لهذا التدخل ما كنت أود أن أطرحه عليك مرة أخرى هو كيف يمكننا أن نعالج هذه المشاكل سوف أدخل في هذا الموضوع وأن أنظر أيضا إلى بعض التحديات في استراتيجية الأمن القومي هناك مجموعة الأدوات التي تمكننا من تطرق إلى هذه الاستراتيجية هناك كثير من الدول التي طورت استراتيجية أمن قومي هناك تركيز على بعض العناصر المهمة سياسات ناجعة خاصة بالنسبة لهذه الاستراتيجية الأمن القومي كيف يمكننا أن نتفادى الفشل الفشل في تطوير استراتيجية الأمن القومي خاصة في كيف يمكننا لاستراتيجية أمن القومي أن تكون مثلا وثيقة تعيش طويلا وتكون دائما على مدى الحياة خاصة عندما ننظر إلى بعض الأبعاد المهمة في القرى الإفريقية أنا لا أود أن تدخل في تفاصيل البيدياير ولكن أود أن أطلب منك سؤال معين فكيف يمكن أن ننظر إلى استراتيجية أمن قومي وإلى هذه الوثيقة كوثيقة مستدامة من أجل أن نتفادى بعض الفشل في بعض السياقات المعينة أنا أظن سيدي أنه شيء معين يجب أن أقوله هو أننا يجب أن نخرج من العادة عادة تطوير استراتيجية التي تعطي أجوبة التي هي في حقيقة الأمر ليست أجوبة فعندما نطور استراتيجية أمن قومي فيجب أن ندعو الأشخاص لاستماع إلى القضايا القضايا معينة فنحن نناقش أو نناقش الأمر مع بعض الخبراء الخبراء الذين يعطونا نستشير معهم بخصوص الميزانية وغيرها من القضايا المهمة وبعد ذلك نتتبع ونرى ما إذا كاننا قد تبعنا الوثيقة ما إذا كانت هناك متابعة والتزام بالوثيقة هذه في أغلب الأحيان الوثيقة تكون وثيقة جيدة يكون هناك تخطيط ناجع عندما تعرفون ماذا تفعلون فإذا كانت هناك الأجوبة فأنتم تعرفون أننا توصلنا إلى حلول معينة فالفكرة تكون فكرة قد جربناها من قبل ذلك في أغلب الأحيان نصل إلى حلول والحلول هي تعطي أجوبة على أسئلة فاستراتيجية هي مجموعة من الأفكار ونحن نعالج في بعض الأحيان الأفكار وكأنها طبعا حلول ولكن لا نأخذ وقت من أجل أن ننظر إلى المسار كمسار تعلم كعنصر النجاح فما أود أن أقترحه عبر استراتيجية هو أنه من الضروري أن نعرف أن الجواب هو الجواب الصائب هكذا سوف نقوم بالأمور وفي بعض الأحيان قد تكون فقط فكرة فكرة التي تمكننا من القيام بتجربة يجب أن نصف هذه التجربة يجب استراتيجية الأمن القومي يجب أن تكون تخول للناس أن يجتمعوا للخبراء أن يجتمعوا معا فمن المهم أن تكون فرصة للخبراء أن يعملوا معا وأن ينتظروا ويعرفوا ما سوف يحصل على أرض الواقع أن يعرفوا أو ينظروا إلى ما تعلموا من خلال هذا المسار وأن يسقلوا طريقهم في هذه العملية هذه هي الطريقة التي سوف تمكن لنا من خلق طبعا هذا المسار وأن ننظر إلى آليات التطوير بطريقة ناجعة فالستراتيجية يجب أن تكون كمسار تعلم وليس فقط مجموعة من الحلول وبرمجة هذه الحلول هذا برمجة التعلم أو مسار التعلم يجب أن يبدأ بطبعا تجمع التقم والأفكار وتعريف مثلا المشكل القضية كيف لماذا القضية هي مهمة لماذا هذا المشكل هو له أهمية بارزة وبعد ذلك سوف ننظر إلى الأسباب التي دفعت بالقضية إلى مثلا الظهور فكل صانعي السياسات سوف يأخذون الوقت للنظر إلى الأبحاث وسوف وأيضا السياسيين وأيضا المجتمع كل هذه المجموعات يجب أن تنظر إلى هذه العوامل فنحن نقوم بعملية تدخل تدخل التي من خلالها نتعلم فعندما نتعلم هنا نستطيع أن نبني علاقات ونبدأ مستوى ثقة فقد يكون المشكل غير لم يحل ولكن سوف تكون فرصة بالنسبة لنا أن نرى أنه يمكننا التدخل والقيام بأشياء معينة ونحس بأنه أننا رأينا المشكلة من قبل ثم يمكن أن نعود وأن نبدل جهود ونعمل خطوات فيها معلومات أكثر ونستعمل ناس أفضل ويمكننا أن نحول الدوامة الغير محلولة إلى آلية للتعلم لبناء الثقة والمعرفة ستسمع هذين الكلمتين التي ذكرتها التي هي الثقة بالنفس والثقة بالمنظومة التي هي الثقة بالناس والأفراد وإلى المنظومة الأوسع الثقة بك وبالمعلومات والثقة بالمنظومة السياسية الأوسع التي هم الدعمين لها فكثير من الناس يقولون أنه لا يمكن القيام بذلك بسبب منظومة سياسية لأن السياسين ليست لهم الوقت الكافي العملية هذه مصممة كي دائماً أن تعطي الشراط تطور وتقدم بشكل ملموس إلى الجميع كي يعرفوا كيفية الاستعانة بالمعلومات هذه وكيفية أيضاً إفهام القاعدة الناخبة والجماهير والهيئة السياسية فالعملية هي كلها ليس فقط أن ترى دائرة ودوامة الفشل وثم الإبطال وإنما كلا التعلم والتقدم مرة أخرى والتي ستساعد دائماً على إبلاغ كافة المستويات بما هي النجاح بدل أن تقوموا منقفلين فقط على استراتيجية أحادية شكراً سيدي دكتور مات ربما فلأدفعك أكثر من هذا وجميل بصراحة الطبيعة المزدوجة المعقدة التي شرحتها هل يمكنك أن تبرز بعض هذه التبنيات التي ذكرتها خاصة في جو وباء الكورونا كصدمة ضربة البلدان كيف يمكن أن تشرح لنا حول مضوع التأقلم مع شيء لم يتوقعه حكومات ومجتمعات ما في أي طريقة أخرى للتعامل مع الكوفيد البلدان التي هم الذين تعاملوا معها بشكل جيد هم الذين عملوها بشكل من البداية الناس الذين كانوا يعتقد أن لديهم حل هم الذين فشلوا في النهاية فقالوا استعمل هذا الدواء وهذا الدواء وهذا الدواء وكل هذه الأشياء لم تنجح لكن أماكن أخرى بلدان أخرى من بداية سنغافورة هم قالوا في البداية نعتقد أن الكوفيد هي مثل السارس شبهوها بتجربة من الماضي هذا ما فعلته سنغافورة قالوا أنها تشبه سارس وحسب تجربتنا للسارس هذا ما نعتقده هي ستكون أنصب حل وأحد الأشياء مثلاً عندما أتتهم السارس كان بإمكاننا أن نبقي الكنائس ودور العبادة مفتوحة مساجد، كنائس أي أماكن للعبادة شيء مهم نفسياً للمجتمع التي تغلق عادة وهذا قضية سياسية كبرى كما تعلمون فقالوا من البداية سنبقي الكنائس مفتوحة عندما أتت السارس لم نقفل دور العبادة لكن مع ذلك قالوا لا نعرف إنه لدينا الحق أم لا في أي شيء من هذا النوع سنجمع البيانات ما يحصل في هذه التجمعات وسنرى إذا كانت الخطورة بدرجة أم لا وسنعود إليكم ونقول لكم لو غيرنا رأينا أثناء المسيرة أم لا مع الوقت فقالوا من البداية أنه نحن نعتقد أنه من المكان القيام بذلك لكن لدينا القناة لكن بتساؤل بعلامة استفهام فالمشكلة أنه لدينا هذا الفيروس الغير مفهوم لحد الآن أي الكورونا علينا أن نفهمها وسنطلع ونراقب ما يحصل للناس عند الاختراض في غضون أسبوعين أتتهم بيانات وقالوا جمعنا بيانات ونرى إنه الكورونا تنتشر في هذه الأماكن فالآن سنوقف التجمعات في دول العبادة لأن هذا ما اكتشفناه من التجربة فالعملية هي فيها مجال من المرونة كي نرى ما سيحصل وسنقول للناس ما يحصل تجد أنه هذه الدوامة أو الدورة أو التطبيق المتكرر كان شيء مفيد التعلم مثلا في المطارات وكيف في المستوصفات الصحية الذين هم فشلوا هي البلدان التي أخذت قرار صارا في البداية وتمسكوا بها مثلا مكانين حيث انتشار الكورونا حصلت في دور العجزة كان في نيويورك وفي سكوتلندا في كل المكانين قالوا في البداية إننا سنبعف كل الناس إلى المستشفيات ودار العجزة وقالوا أن هذا هي الحل لم يقلوا لأنفسهم المشكلة إنه هذه عبارة عن تعداد سكاني وعمر قابل للمرض فشوفوا الفارقين ما بين واحد هي عبارة عن تعداد سكاني معرضين إنهم قال إنه لا نعرف كيف نحميهم مجموعة ثانية قالوا نعم مجموعة معرضة لكن نحن نعرف كيف نحل الوضع ما حصل أنه عندما أرجعوا بهم إلى در العجزة كثير منهم تمرضوا وكثير منهم توفوا مع الأسف بسبب غلطة سياسية حيث ما كان فيها مرونة فما حصل إنه قالوا إنه لو أرجعنا بهم إلى دار العجزة قالوا ربما فكرة جيدة لكن سنعود بهم لكن سنجمع بيانات حية يوميا كي نرى ما سيحصل لأنه لو أخطأنا ستكون العاقبة ثقيلة لو فعلوا هذا في غضون أسبوع وأسبوعين لكانوا قابلين على التعديل في القرار الخاطئ حيث لم يبقوا في أنفسهم المرونة حيث عليك أن تحترم المشكلة بطريقة حيث أنك أن تكون يعني مرنا وأن تكون متواضعا من ناحية التعلم وأنه قابل لتغيير الحالة هي الطريقة الوحيدة في التعامل مع مشاكل من هذا الحجم منذ البداية بعض البداية قالوا إنه كوفيد 19 عبارة عن فيروس فريد لكن في أماكن كثيرة نحن عملناها مع الفيروس الكورونا القديم فريدة طبيعتها فريدة نحن الآن تصور أفريقيا لماذا انقفلوا البلدان كثيرة لأن بلدان أخرى أقفلوا واستنسخوا التصرف المشكلة إنه إقفال الاقتصاد والمجتمع لا يمكن الاستدامة فيها المشكلة إنه هنالك فيروس ما طبيعة هذا الفيروس في بلد عندما تكون معظم الناس ما عندهم أماكن للاختباء أو الإيواء ومشكلة التوفير الخدمات لهم بدل أن يكونوا متواضعين أقفلوا أنفسهم في حال مطلق والبعض من البلدان قفزوا في هذا الخندق إلى درجة حيث أذوا الجانب الصحي وأذوا جانب الاقتصادي للمجتمع المهم أن يقول المرء أنه لا يعلم نحن لا نعلم وأن العمليات التي ستساعدنا على التعلم هي أن تكون دائماً موجودة وعلى الطاولة نعم دكتور مات شكراً جزيلاً كوني إفريقي وأنا أعرف ما موجود في بلداننا هي الواقع لكن ما يقوله السيد مات مهم طبعاً لإبراز بعض النقاط هي أنه لدينا كان في ثلاثة نعمل المشاكل المشكلة البسيطة والمعقدة المعتدلة والمعقدة جداً المشكلة المعقدة مثل الأمن والتهديدات هي معقدة يعني لا يمكن أن تأخذ وتستنسخ حل لبلد آخر وتطبقها على البلد آخر وعليك أن يكون لديك عيون وآذان صاغية في داخل بلدك وأن تتعلم من واقعك الذاتي ونشكرك جزيلاً شكراً سيدي وللمشاركين طبعاً هذا فرصة جيدة لهم كي يسألوا السيد مات أي أسئلة معينة ولهذا يعني أحول الجميع إلى مثيقتين مثيقة دكتور مات على الإنترنت الدراسة التي عملوها وأيضاً مثيقته الدراسية حول البي دي آي اي التي هي التأقلم للمشاكل تصحب جميع على قراءتها على الموقع الإنترنتي واستعان بها كأداة فعلي أرجاء اكتبوا لك لمات أسئلتكم نصياً في موقع الداتش هذا فرصة فريدة لكم كي تستعينوا بخبرته كي يجاب عليها شكراً يا دكتور مات جزيل الشكر ويسرني لأنتقل الآن إلى المتحدث الثاني اللي هو الجنرال بالا من نيجيريا كما تعلمون ونيجيريا لديها سياستين نموها في 2014 وسياسة وطنية أمنية تم امراجعاتها في 2019 فأحب النظر فيها كي نرى السياسة الاجتماعية حول قضايا الأمن فشيد جنرال بالا اعتماداً على الرقابة الدقيقة للمنظومة الأمنية في نيجيريا كيف ما رأيك فيما حصل بمثبت لما كان لديكم في 2014 للمنظومة الأمنية فما أحساسك لا يمكن أن تتحدث عن شيء بشكل فقط أعطينا تجربتك كيف كانت رأيك حول تطبيق 2014 للوثيقة الأمنية شكراً دكتور لوكا ويجب أن أقول أنه يشرفني أن أكون مدعواً للمشاركة في هذا التدريب حقيقة واحدة إنه نعم علينا أن نفهم المفهوم فيما نحن نتحدث عنه فمثلاً بلد في نيجيريا في 2014 لم تكن يعني كانت تعبر أول عقد زمن تاريخي لدخولها إلى المرحلة الديمقراطية فبالنقلة الثانية المرحلية كانت تعني أن نيجيريا كانت تتعلم النظام الديمقراطي تدريجياً وأن الجودة كانت في طور تقليل الجانب العسكري في الدولة وهذا مهم أن نفهمهم بأن المؤسسات التي تراجع وأن تصلح خاصة من أجل المجتمع خاصاً القاطع العسكري وكلنا نعلم إنه إنه هي البوابة التي منها السياسة الوطنية تفعل كي تصبح شيء إيجابي للمجتمع فيعود المرء قليلاً إلى التاريخ كي نراجع الستراتيجية الوطنية بدأت في سنة 2000 مع استراتيجية الكبرى للأمن الوطني حيث تقدمنا منها إنه كان حول فقط بحلول 2013 إنه جهد حقيقي عفوا 2012 حيث تم تطوير استراتيجية أمنية قومية تم تصميمه وإنجازه ونرى منها إنه بحلول 2014 بأن السياسة الأمنية تم توضيحها بشكل دقيق حيث نجيلة كانت في نقلة سياسية بإضافة إلى مشكلة بقو حرام مثل مقالمات هي ليست حول النظر إلى السياسة من ناحية الفشل أو النجاح وإنما كي نرى كيف النجاحات الصغيرة تنجز وكيف نتعلم منها خاصة للقاطع الحكومي وكيف يمكنها أن تدعم العمود السياسة الوطنية التي هي الجانب الأمني الأوسع للبلد فب توضيحنا وإبرازنا لنجاح 2014 أعود وأقول أنه كان مرحلة مهمة جدا لتاريخ نيجيريا أنه في 2014 نفسها كانت سنة حملة 13 و14 كانت عميقة في الحملات السياسية والجهود الحكومي للمضي والاستمرار فالجانب السياسي التي هي قادة القاطع الشعبي حولت من الطاقة تأكيد أنه السياسة القومية توصل ووضعت على مسار ومجرأ التطبيق الإيجابي كما تم وعده من قبل أصحاب الحملة ووعود الحملة للعملية وهذا تظهر الخطوط الأوسع للموضوع حيث أنه عليك أن تركز على قادرين على إنجاح العملية ولديك المناصري هذه الحملية وهم في صراع كي يطول العملية نفسها وهذا يشتت الانتباه على التركيز في دولة مثل ناجيريا حيث لم يكن أنه مؤسسات حكومية قوية قادرة على تبزئة وفصل نفسها من الحياة السياسية اليومية فمناصري هذه العملية الذين هم دفت هذا البرنامج لتحريك المنظومة هم أنفسهم تم تشتيت جهودهم بسبب الحملات السياسية والانتخابية من أجل تأمين استمراريتهم في السلطة ثم هناك أيضا مسألة الثقافة استراتيجية الثقافة عفوا إنه في النظام والعلاقة يجب أن يكون لديها التزام ممتاز وثقافة التزامية قوية مثلا قد يسأل المرء في تلك الوقت لم تكن ناجيريا خارجة من طور عسكري تاريخي نعم لكن لم تكن بالطريقة الديمقراطية المرجوة حيث لديك إجراءات خطواتية انتقالية حيث مثلا تستعمل أي برنامج أو أي برنامج للخروج من الجانب العسكري ودائما بالالتزام بجوانب القانون فلم يكن هناك مؤسسات أو وزارات ملتزمة فيها رقابات قوية وعميقة من الجانب التطبيقي والقضائي والتشريعي لتأكيد بأن هناك التزام متواصل لحوى مستقبل مرجو لكن نعم عفوا لكن هناك أيضا لكن كان في فرص ظهرت أثناء الوقت كان في لحظات آزمات معينة كان في ضغط أيضا لإزالة الجانب العسكري من المنظومة كلها كل هذه النقاط التي ذكرتها لحد الآن كلها مشمولة كأسس علاجية يجب تطبيقها لرسالتنا الأمنية القومية في 2014 التي وضعناها في البداية نعم هل تحب أن تنتقل للسؤال الآخر دكتور عفوا نعم جنرال بالا عندما تقول أنه 2014 السياسة الأمنية النجيرية واجهت مشاكل كثيرة من ناحية التطبيق لكن السؤال ما هي العوامل التي ذكرها ماثيو مثلا التي يمكن أن تشرح السياسة الوطنية الجانب الفشلي لها خاصا إلى وصولا إلى 2014 التي أدت إلى تأسيس والوثيقة 2014 من قبل نيجيريا يعني ما هي الأشياء التي أدت يعني ذا يمكن أن تحكي لنا عن بعض العوامل التاريخية التي أدت بنا أدت بكم يعني في نيجيريا ووضع المنظومة الأمنية حيث اتطورت بها لو رجعنا إلى أساس استراتيجية نفسها أولا كان هي تأمين البلد لأنه البلد كان متصارعة حول موضوع بقو حرام وتصراعات الداخلية العسكرية وظهور الإقسامات الطائفية في داخل البلد فكان على الحكومة تأمين البلد كخطوة أولية كبرى ثانيا تأمين الاقتصاد وتوحيد البلد وكما قلت مشاكل المشاكل التي حللت وحسب العوائق ومفاخخ العقم إنه السياسة التي أدت إلى التي كنا نحتاج إلى حالها هي القيادة القيادة الصالحة وفي وقتها عندما أعلن مشروع أفوان انتخابات 2014 كما قلت كانت المرحلة التعلومية لجانب الديمقراطي وكانت في منتصف فترة كان تجرى فيها انتخابات والقيادة الجديدة كانت تحاول أن أيضا أن تترسخ وأن تستقر في المرحلة الانتقالية القضية الأساسية هي كان القضية كانت تحاول أن تعالج الحلول التي يجب التطرق إليها ولكن الحكومة كانت تناضل بالنسبة لبعض القضايا المتعلقة بالرشوة وأيضا كانت هناك جهود التي كانت فاشلة من طرف الجيش أيضا كانت هناك عوائق أساسية التي كانت تحول دون تحقيق سياسة ناجعة فلم يكن هناك مسار تعلم بمعنى الكلمة فالحلول لم تكن كانت فقط عولجت من سياق إلى آخر فلم تكن المسائل مبرمجة على بعينها على ما يرام فعندما ننظر إلى المشهد وإلى كل الأزمات التي كانت متواجدة فكانت هناك مفاجآت وكانت هناك توترات كانت في إطار الأمة في داخل الأمة فطبعا الأزمة بكر حرم ساءت وهذا طبعا خلق كثير من الإنقطاعات في إطار تفعيل استراتيجية الأمن واليوم طبعا ننظر إلى 2016 التي كانت تعالج استراتيجية النضال ضد الإرهاب مكافحة الإرهاب فهي في حد ذاتها كانت طبعا لديها مشاكل تفعيل لأن كان هناك تركيز على كل الحلول الجيش وحلول العسكرية كانت تركيز أكثر على الحلول العسكرية شكرا جزيلا سيد اللواء طريق بلا شكرا على هذه الحلول وعلى الأسئلة فعندما ننظر إلى نيجيريا في إطار معالجتها لسياسة 2014 التي تم النظر إليها مرة أخرى في 2016 في ظل ما تفضلت بقوله ماذا كان يجب فعله وكيف كان يجب أن ينظر إلى الأمور خاصة في إطار تطوير استراتيجية أمن قومي ودعم مثلا كل هذه السياسات الأمن القومي بإيجاز لو تفضلت كيف ما كان يجب فعله وكيف لو كانت الأمور مختلفة ما كان يجب فعله آنذاك في إطار من أجل تفادي هذه الخوخ الفشل أو عدم الجدوى كما قلت تفضلت بقوله في تدخل الأول أنا شخص الذي يعتقد والذي يؤمن بفكرة القيادة خاصة في تطوير أمة معينة وهذا شيء مهم جدا خاصة في إطار تفعيل استراتيجية معينة أنا شخص أؤمن بهذه الفكرة أظن أنه يجب إعطاء مستوى معين لمرحلة الإطلاق كما هو في النظام العسكري مثلا نحن ننظر إلى كل المبادرة القيادة لأن مسألة التفعيل على المستوى القطاعي هي تقنية في طبيعتها وهي طبعا مسار طويل جدا من المهم أن ننظر إلى مسألة القيادة وأن تكون قيادة شاملة يجب أن تكون هناك توجيهات عالية المستوى تأتي من مستوى عالي وواضح يجب أن تكون هناك قطاعات واضحة لكي تعرف القادة ما هي المتطلبات وما هي النتائج التي يجب التوصل إليها من خلال تطول استراتيجية الأمن القومي من أجل أن يتم المسار وأن يصدع النجاح فهذا يجب أن يكون واضح التوجيهات يجب أن تكون واضحة من الأول ويجب أن تأتي من المستوى العالم يجب أن يكون هناك وصف وتوضيح لهذه التوجيهات وهذا يرجعني إلى فكرة أساسية فكرة فكرة طبعا الأمال التي يجب أن تكون واضحة وواقعية علينا أن نأخذ بعين الاعتبار مسألة القيادة هذه يجب أن تكون هناك توجيهات تأتي من القيادة ويجب أن يكون هناك دعم لهذه القادة يجب أن تكون ميزانية عالية المستوى ويجب أن تكون قيادة تعطينا فكرة عن المتطلبات من أجل تلبية تلبية النتائج في 2019 وبالنسبة لإستراتيجية الأمن القومي هي واضحة وهي إستراتيجية 2019 هي تمكننا من النظر إلى إطار النجيري وهي تعطي توجيهات واضحة فيمكننا من خلال هذه الإستراتيجية أن نرى أنه في آخر الوثيقة وخاصة على ما ننظر إلى التفعيلات وإلى الصفحتين صفحتين خاصة وتعالج كل التوجيهات هي واضحة كما قلت وهي تعطي فكرة معينة عن الأشواط التي يجب قطعها في هذا المجال ما هو ما ينتظر من طرف الوكالات ما يجب تلبيته على مسواء العمل وعلى أيضا المساويات أخرى تعطي فكرة واضحة عن المشروع وهي تعطي طبعا أفكار واضحة عن المسار الذي يجب قطعه في هذا المجال تعطي ثوابت وأشواط وعوامد أساسية أدون أنه إذا كانت استراتيجية الأمن القومي في القادمة واضحة كما كانت استراتيجية 2019 فالأمور سوف تكون أسهل وأوضح في هذا المجال التراتيجية الأمن القومي يجب أن توضح أن هناك نهج نهج للتعلم وأن هناك دروس يجب تعلمها من الأخطاء التي ارتكبناها في الماضي يجب أن تكون هناك توجيهات واضحة من أجل أن نصل إلى النتائج المتوخة وأيضا القادة يجب أن يكون في وضع يمكنهم من نظر إلى الإطار الزمني وإلى الانتدارات في هذا المجال شكرا جزيلا لك سيدي من أجل هذا هذا تدخل إنه من المهم سيدي أن ننظر إلى أنه هناك فرصة بالنسبة لنجيريا للنظر إلى استراتيجية 2019 التي أثبتت نفسها فأظن أن هذا ساعدنا من فهم الإطار النجيري ومن فهم تطوير كل العوامل التي تساهم في تطوير استراتيجية أمن قومي ناجعة نحن نعرف أن استفدنا كثير من الدروس من استراتيجية 2014 أود أن أخاطب المشاركين وأقول لهم أن سياسة الأمن القومي في نجيريا هي دراسة حالة يمكننا أن نعتمد عليها هناك أيضا دراسة حالة أخرى مهمة وهي سياسة ليبيريا لديها وثيقة استراتيجية أمن قومي ناجعة يمكن الاعتماد عليها شكرا جزيلا لك أيها اللواء إذن الدكتورة فيرلي لقد راجعت طبعا مجموعة الأدوات لإستراتيجية الأمن القومي هل يمكنك أن تشاركين طبعا بعض العوامل المتعلقة بالمرحلة السابعة المتعلقة بتفعيل استراتيجية الأمن القومي الإشراف والمراجعة ما هي التحديات الأساسية التي يمكننا أن نقطعها أو أن نواجهها في مرحلة السابعة لتطوير استراتيجية الأمن القومي هذه شكرا جزيلا الدكتورة فيرلي الكلمة لك شكرا جزيلا الدكتور لوكا إنه لمن دواعي سروري أن أخدمكم اليوم أن أكون معكم أنا سعيدة لأرى أن استراتيجية أن طبعا مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية خصص وقت للتطرق ومعالجة هذا الموضوع لأن هذا موضوع أساسي مجموعة الأدوات هي مجموعة مهمة جدا لقد هذه الوثيقة هي وثيقة مهمة فهناك أيضا مرحلة التفعيل والإشراف المجراجعة هي مرحلة سابعة مهمة جدا في إطار تطوير استراتيجية الأمن القومي وفي حقيقة الأمر أود أن أقول أن استراتيجية الأمن القومي يجب أن تكون وثيقة مستدامة يجب أن تكون قادرة على التأقلم مع كل تحديات تحديات المتعلقة بالأمن في هذه المرحلة هي مرحلة تمكننا من تعلم من صيغة من قبل وتحذرنا للإستراتيجية المقبلة فهي مرحلة أساسية لأنها تمكننا دائما من النظر إلى المراحل الطبعا الأخرى واحدة من الأشياء التي يجب أن نفهمها في هذا المجال هو أنه في أننا نمضي كثير من الوقت في النظر إلى استراتيجية كتصور استراتيجية كفكرة وكفكرة تمكننا من أجل فهم استراتيجية وما يجب القيام به وغير ذلك فطبعا ودور استراتيجية وغير ذلك الدول التي تلعبه الاستراتيجية ولكن إذا أردنا أن نمر إلى ما وراء هذه الاستراتيجية فلا يجب أن ننظر إلى استراتيجية كأنها تصريح جميل أو مثلا كفكرة فيجب أن ننظر إلى الاستراتيجية كاستراتيجية تخول لنا التغيير تخول لنا فرصة للتغيير يجب أن تغير الأمور فهذه هي الأمور التي يجب أن تقوم بها الاستراتيجية كيف يمكننا أن نصل إلى هذه المرحلة هذا يعني أنه في كل مؤسسة يجب أن تقوم بعملها يجب أن تقوم على مستوى إدارات على مستوى طبعا العوامل العمليات في إطار الموارد يجب أن تكون هناك أعمال يجب القيام بها هذا لا يحصل بين ليلة وضحاها ولكن هذا يمكننا أن نقوم به في خلال النظر إلى شمولية الاستراتيجية يجب أن ننظر إلى كل مؤسساتية الاستراتيجيات المؤسساتية الاستراتيجيات القطاعية والاستراتيجيات الأخرى هذا يعني أنه في مرحلة السابعة لمجموعة الأدوات يجب أن ننظر إلى لجنة الصياغة والعمل الذي قامت به يجب أن ننظر إلى هذه المرحلة كمرحلة أساسية فهي سوف تكون مشهد وطاولة التي من خلالها نجتمع من أجل أن نحدث تغيير وهذه هذا هو عمل يجب أن تقوم به لجنة السياغة هذا يعطينا إطار زمني ويعطينا طبعا تقسيم الموارد من أجل أن ننظر إلى مرحلة التخطيط وكيف يمكننا أن نصل إلى الهدف المتوخ نيجيريا وليبيريا قامت بهذا العمل كان هناك تصور وكانت هناك أشواط واضحة فهذه هذا الشوط من شوط المرحلة السابعة هذه هي النقطة التي يجب أن نتوقف من خلالها لأنه يجب أن تكون لجنة السياغة مستعدة للنظر إلى مثلا بعض الأشواط التي يجب أن تكون دائرية يجب أن تكون تطبيقية فهكذا ستبعا هكذا نمر من مسألة النظر إلى القيم إلى مسائل تطبيقية فعلينا أن ننظر إلى هذا المسار المسار الذي من خلاله نقوم نتعلم هناك آليات التي تمكننا من النظر إلى ما يعمل وما لا يعمل الأمور التي فيمكننا مثلا أن نقوم ببعض التصحيحات ببعض التحديدات ويتوصل إلى بعض الحلول وربما قد نقول أن الأمور لم تمشي على ما يرام وأنه آن الأوان أن ننظر إلى الآليات التي سوف تمكننا من تحسين المسار هناك كثير من الخطوات التي تمكننا من التتبع والتي من خلالها نستطيع أن نطبق ما يجب أن يكون متأقلم مع السياق المؤسسي في إطار تطور استراتيجية الأمن القومي هناك يجب أن ننظر إلى مسألة التألف ويجب أن ننظر إلى الموارد الموارد المالية الموارد البشرية ما هي المؤسسات التي سوف تعالج وكيف هي مؤهلة لفعل ذلك في هذا المسار كيف يمكننا أن نتتبع الآليات أيضا يجب أن تكون هناك آليات التي تخول لنا النظر إلى استراتيجية الأمن القومي كاستراتيجية أيضا التي من خلالها ننظر إلى المشهد السياسي وما يحدث آنذاك هذه هي الآليات التي يجب أن نتتبعها في المرحلة السابعة أظن أن هذه المرحلة السابعة هي تغطي كل هذه العوامل بخصوص التحديات التحديات هي دائما تحديات متعددة وكثيرة ولكن أود أن أقول أن أهم تحدي في هذا المسار هو تحدي يتعلق بتحدي التخطيط التخطيط الذي هو مسار مهم ماذا يمكننا أن نقوم به مثلا من أجل تحديد الأولويات تحديد مثلا الأوليات بالنسبة للإطار الزمني بالموارد المتوفرة هذه مسألة متراكبة فهناك أيضا تحدي آخر التحدي متعلق بأصحاب المصلحة هل كل الفاعلين توصلوا على المعلومات الأساسية من أجل الاجتماع ومعالجة اللجنة المتعلقة بالصياغة فهذا شيء ضروري يجب القيام به لجنة مثلا الصياغة هي لجنة تقوم بعمل أساسي وهي تتوصل بمعلومات أساسية بخصوص التحديات المتواجدة وفي إطار تطوير الحلول فيجب أن يكون هناك تفهم واقعي لفهم واقعي للأشياء التي تحدث على أرض الواقعة السياق المشهد السياسي فهناك أيضا طبعا تحدي آخر تحدي بخصوص الحوكمة لأنه يجب أن تكون هناك طبعا يجب أن تكون هناك ميزانية ميزانية معينة يجب دائما هناك تحديات على هذا المستوى لأن في بعض الأحيان الميزانية لا تكون هي السبب الذي من أو يكون المتطلب الذي من خلاله يجب أن نؤمن الأمور ولكن أهم شيء هو أن ننظر إلى هذه الميزانية كعامل أساسي وأنها محكمة وأنها تم ضبطها في هذا المجال فهذا تحدي في حد ذلك تحدي آخر هو أن تكون هناك تقسيم للموارد البشرية وأن تكون هناك وثائق واضحة في هذا المجال لأن كل الفاعلين فاعلي الأمن يجب أن يكون مستعدين لمعالجة المشهد الأمني يجب أن تكون هناك تنسيق آلية تنسيق وآلية تعاون من أجل معالجة بعد اختلاف الآراء وبعد التحديات المتواجدة في هذا المجال فقد هذا يعطينا فكرة عن السياق الذي نتعامل معه أنا أظن أن هناك تحدي آخر وهو آخر وهو طبعا هو بعد الهشاشات المؤسسية المؤسساتية التي على مستوى مثلا الوزارات أو مثلا على مستوى الرقابة أو غير ذلك فهذه قضية يجب تتعلق بالمعرفة بمثلا التدريبات ومتعلقة بمثلا ميزانية وأيضا هي مسألة متعلقة بقدرات بقدرات إدارة هذه طبعا بهذه العوامل هذه هي المسألة المتعلقة ببعض العوامل مثلا انتخابية أو تغييرات التي يجب أن تحضر على أرض الواقع أو بمثلا ثقافة ديمقراطية معينة كل هذه عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار هل نعرف كيف سوف تكون الأمور وكيف سوف تبدو الأمور بعد ذلك وما هو الفرق بين فكرة أو بين مثلا حل معين كل هذه أشياء وعناصر يجب المعالجتها في آخر المطاف أود أن أعالج طبعا تحدي معين وهو تحدي بالنسبة لتحدي سياسي فاستراتيجية الأمن القومي هي آدات لمحسوبية ولهذا إنه من المهم أن يكون هناك مستوى عالي مستوى سياسي عالي عندما نطلق المسار فعندما في أول مرحلة التي هي مرحلة إطراق سياسة استراتيجية الأمن القومي فهنا يجب أن نبدأ المسار قبل أن ندخل ونصل إلى المرحلة السابعة التي مسألة التفعيل فيجب أن يكون هناك استثمار سياسي وأن نتفادى مثلا بعض التداخلات الغير طبعا المهمة كل هذه أسباب معينة فكل هذا مسار دائري يجب النظر إليه وأشواط يجب قطعها من أول المطاف من مسألة الإطلاق إلى مسألة التفعيل كل هذا له علاقة بمثلا تحديات ترقب المسارات المعينة ونأمل أنه بشكل ناشط أن ينظر إلى هذه التحديات كي ينظر فيما إذا بيخلق مشاكل أم لا مع مرور الوقت متقدمين هذه كانت نظرة عامة سريعة شكرا جزيلا دكتور فيرلي وأحب أطلب من المشاركين فيما إذا كان في أسئلة لدكتور مات ودكتور بالا ودكتور فيرلي أن تطبعوا أسئلتكم في قسم الدردشة دكتور فيرلي بإنهائنا لهذا النقطة أحب التي أنت أبرستيها بشكل جيد من جانب الاستراتيجية الأمنية القومية كجزء من جانب الآلية التطبيقية الاستراتيجية القومية لكن رجعي لما قاله الدكتور مات كيف يمكن أن نجعل الوثيقة كوثيقة قادرة على التأقلم خاصة إنه بسبب ما حصل كأزمة سريعة قوية ضخمة مثل وباء الكورونا من ناحية التأقلم وسرعة تغيير وثيقة كبرى من هذا النوع هل بإمكانك أن تعطينا العملية التأقلمية السريعة لأزمة طارئة حقيقية قد تحصل بالطبع نعم وهذا يعود إلى نقطة الاحتياج إلى الرقابة وإنه علينا أن نرى إذا كان هذا سيعمل أم لا إذا كانت هي تعمل بشكل المرجو أي مراجعتها بهذا تصبح وثيقة حية إذا هي لم تكن فيها القدرة على التعديل أو عدم القدرة على التغيير فالوثيقة غير حية تكون عبارة عن وثيقة ميتة فالقدرة على التغيير والتعديل الآن شيء مهم أي تكون النجاح معتدل فكيف تدخل في الوثيقة آلية مرينة للتغيير الطريق أولها إنه من المهم أن تجعلها من وظيفة شخص ما أن يكون هو المسؤول الجهة المسؤولة على التغيير السريع لتغيير سريع لو حصل كأزمة ما ويجب أن يحول وأن يعطى إلى شخص وأن يراجع وهذا قد ربما تكون على الظاهر شيء سهل ربما قد تندهش إنه كام هناك من وثائق كثيرة في بلدان كثيرة تفتقل إلى هذه الجانب فمع إنها قد تلفظ وعود تقال بشكل لفظي لكن لا تطبق عدداً الجهة المخولة جهة تنفيذية تحت الرئيس أو قد تكون مكتب المجلس الأمن الوطني أو مكتب الرئيس أو تكون خاضعة لتحت مكتب رئيس الوزراء فاعتماد فاعتماداً على أو ربما قد تكون هيئة خارج الهيئة تنفيذية أو اللجنة الكتابية للمسودة هم المسؤولين أو برلوماني هم المفوضين بحالة الطريقة فمثلاً أصلاً مستشار الأمن الوطني أصلاً خلقت كستراتيجية أولية وهكادرهم الرقابة الآنية والمتواصلة للوثيقة مع الظروف الحية فمثلاً اللجان أخرى كانت هي من أجل المتابعة لمراقبة التطبيقات التغييرية فهناك أمثلة كثيرة يمكن النظر فيها في بلدان مختلفة من يقوم بالوظيفة هذه عجب أن يكون لديهم رسالة واضحة وأيضاً القدرة على الوصول للمعلومات وأن يلعبوا دور تنسيقي مثلاً إدارة التنسيقات المتسلسلة وإدارة الدعم الجانبي فهذا مهم جداً أيضاً القدرة على الحل النزاعات مثلاً لو حصلت حيث لهم الآلية على التشخيص العوائق وكيفية حلها لهذا الهيئات التنفيذية مهمة وأحسن ولا تعني أنهم لديهم مسؤولية الرقابة لكن هذا ليست فقط مسؤوليتهم وإنما المجتمع المدني الإعلام حتى لا يتشريعي ممكنها أن تكون لها الدور أيضاً المعلومات التقنية أيضاً مهمة فالعملية مؤقتة فالعملية مؤقتة مثل سياغة وكتابة من السودة في البداية فهي أيضاً سيكون مطلوب أيضاً للمتابعة والرقابة المستمرة والرقابة والمتابعة هي أداة يجب أن تتعلم كيف تستعمالها قبل التطبيق الفعلي من إضافة إلى التمويل التمويل الأول للآلية أي وظيفة يجب القيام بها سيتطلب تمويل وإن لن تكون هذا محسوب ضمن الميزان الأولى لن تفعل وهذا أيضاً كلها ستعدي إلى الفشل الإجمالي في النهاية لكن هذا باختصار طبعاً أكيد هناك نقاط أخرى يمدن النظر إليها نعم شكراً جزيلاً دكتورة فيرلي بن يابا عنكي ودكتورة فيرلي يمكننا أن نجد طريقة عملية لتطبيق استراتيجية قومية كوثيقة حية قابلة للعمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة